أعلن الرئيس التركي رجب تايب أردوغان أنه ناقش مع نظره الروسي فلاديمير بوتين على أن تصل شحنات الحبوب والتي تقع ضمن اتفاقية تمرير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الدول الأفريقية الفقيرة أعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثي معه إرسال شحنات الحبوب التي تقع ضمن اتفاقية تمرير الحبوب إلى الدول الفقيرة التي توجه أزمة غذاء مثل الصومال والجيبوتي والسودان يتفقن على مناقشة هذا الأمر بالتفصيل خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة